تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عرب سموه في البرقية عن أطيب التهاني والتبركات إلى سموه بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي يحمل اسم ضوء واحد وقد أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذا الإنجاز العلمي المشرف يؤكد العناية الفائقة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله لمواكبة التطورات العالمية والتقنيات المتقدمة والاهتمام بعلوم المستقبل ولا سيما قطاع الفضاء كأحد أهم القطاعات الفاعلة الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وشرى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن مسيرة التنمية والنماء بمملكة البحرين قادرة على المضي لأفاق أكثر تطوراً وازدهاراً على كافة المستويات بفضل حرص صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على الاستثمار في الخبرات ودعم الكفاءات الوطنية المتخصصة ورعايتها معرباً عن التقدير لجهود فريق البحرين للفضاء وكوادر الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ودورهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد ويرعاه